في أجواء احتفالية خلت من مظاهر الاحتقان والمواجهات مع رجال الأمن تظهر أمس الاثنين حوالي مئتي ألف شخص في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية احتجاجا على مشروع قرار فيدرالي يهدف إلى إعادة تقسيم عائدات البترول على مختلف ولايات البلاد هذا القرار سيفقد ريو دي جانيرو نسبة هامة من عائدات النفط كما سيؤثر سلبا على احتضان المدينة لكأس العالم والألعاب الأولمبية في 2014 و2016 يقول أحد المتظاهرين فيما يضف آخر بأن هذا المشروع سيؤدي كذلك إلى إفلاس الولايات المنتجة للنفط ومن بينها ريو كما سيؤدي إلى إفلاس البلديات المحتجون طالبوا رئيسة البلاد الماروسف بعدم المصادقة على هذا القرار وقد أفاد مصدر مقرب من روساف بأنها تتجه لرفض بعض بنود مشروع القرار ما قد يسمح لريو دي جانيرو بالحفاظ على النسبة التي تتلقاها حاليا من عائدات النفط